جاء الصيف واشتد الحر وتسببت العرق فأخذت واستعد للسفر إلى جزيرة الرمال مع عدد من الأطفال لنتمتع بجمال الطبيعة ونسبح في البحر ركبنا الحافلة فسارت بطيئة أول الأمر ثم أخذت تسرع في السير ونحن داخلها تارة نتحدد وغرى ننشد وطورا نتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة لما وصلنا إلى الجزيرة سحرنا جمالها فسماؤها صافية زرقاء وشواطئها رملية بيضاء وهواؤها عليل وبحرها هادئ أما حدائقها الجميلة فكثيرة نصبنا الخيمة ثم وضعنا داخلها الحقائب وبعد ذلك جلسنا على الشاطئ يملأ النسيم صدورنا ويلاعب شعورنا أخذنا نصيبا من الراحة ثم دخلنا البحر للسباحة ولما خرجنا من البحر اجتمعنا أمام الخيمة وسترنا جدول نشاطنا اليومي جمعنا فيه بين اللاعب والترفيه والعمل الجاد المفيد فساعة للسباحة وأخرى للرياضة وتالتة للمطالعة ورابعة للعمل اليدوي وخامسة للمشاركة في النواد المختلفة كان نشاطنا في نادي البيئة متنوعا ومفيدا فتارة ننظف الشاطئ وطورا ننسح الناس وأخرى نصنع السلال ونضعها على الشاطئ بعد أسبوعين قررنا تنظيم معرض فجمعنا ما صنعنا وما رسمنا وما كتبنا فاجتمعت لدينا تحف مصنوعة من أصداف البحر ورسوم جميلة ونصوص كثيرة وسلال عديدة ما كدنا ننتهي من تنظيم المعرضات في الخيمة حتى قدم لبيب وقال لنا أهنئكم بالجائزة وأعلمكم أن رئيس البلدية قرر أن يتواصل هذا المعرض إلى نهاية الصيف كي ينسج المصطعفون على منوالكم في الحاضر والمستقبل